من بارح لدلوقتي لا حديث في ام الدنيا الا عن الترامدول الترامدول والباكتة والمخدرات والالف جنيه والبلطغية اللي يقدروا يقفلوا البلد في 24 ساعة مش متخيل ان كان هيجي علينا يوم يبقى الخطاب الرسمي بهذا التدني الخطاب الدولة الرسمي من اعلى راس في البلد يطلع يهدد المواطن قالك لو وديت باكتة طبعا الباكتة لللي ما يعرفهاش ده الحشيش الخام وفاكرين خالد سعيد في 2011 لما قالك بلع لفافت بنجو هي دي الباكتة اللي كان بيتكلم عنها عبدالفتاح السيسي اما الترامدول ده واحد من الادوية المصنف كجدوى المخدرات واللي بيتباع في بعض الصيدليات بروشيتة او بيتباع في الزقايق والاماكن الضلمة وعلى امام الشوارع والحواري او حتى في بعض اسام الشرطة لمدمين المخدرات اما الالف جنيه فده تطور طبيعي للعشرين جنيه اللي كانت بتتاخد في 2011 عشان خاطر البلطجية يضرابه الصوار طبعا مع زيادة الاسعار بقت العشرين جنيه الف جنيه ده مختصر اللي بيتقال خلال الساعات اللي فاتت لكن السؤال هو فعلا انت رامدول والمخدرات يقدر والبكتة والهرويين والحشيش يقدر يقفل البلد هل فعلا حاجات دي خاطر على امن بلدنا هل فعلا احنا عندنا مشكلة مدركها السيسي هو بيتكلم مبارح ومدركها السادة المسؤولين في البلد اقولك اه وبالفم المليان شوف كده هذا الخبر تضامن البرلمان بتقول ان احنا عندنا 10 مليون مواطن مصري بيتعاطل مخدرات منهم 3 مليون مدمن و11 مليون مدخن ده حسب احصاء رسمي لسندوق مكافحة وعلاج الادمان اللجنة في البرلمان برئاسة الدكتور عبدالهاد القصبي واللي اعلنت قبل شهور ان النسبة المدمنين في البلد او متعاطل مخدرات في جمهورية مصر العربية بتتجاوز 10% من اجمال المواطنين كلام ده في منتهى الخطورة مدركه او يدركه جيدا اللي مبارح كان بيهدد بشريط رمضول وبكتة بنجو او بكتة حشيش عارفه كويس قوي اللي بيهدد المرشح المحتمل احمد طنطاوي او المواطن او المعارضين او اي حد في البلد انه يقدر يولع مصر كلها بألف جنيه وبكتة بنجو وشريط رمضول عارف ان احنا عندنا 10% من الشعب مع الاسف بيطعاطى مخدرات 10% عندهم استعداد ياخدوا شريط البانجو او شريط رمضول او البكتة او حتى الالف جنيه اللي هيجيب بيها شوية شابه او شوية مخدرات وشوية كميا عشان ينزل يخرب ويهين في مواطني بلده ويحرق ويدمر واما حادث او بلاش حادث واما الاحداث اللي كانت حصلت خلال السنة اللي فاتت عنكم ببعيد من 10% دولار عندنا 3 مليون مواطن مدمنين متعاطى المخدرات ده ممكن يكون مدمن او غير مدمن ممكن بيطعاطى كده مرة كل شهر او بيطعاطى لما حد ييجي يقول له خد شريط بنجو وتعالى احضر مؤتمر او شريط رمضول او حد يقول له خد لفافة بنجو وتعالى افل للميدان الفلاني او تعالى رقص قدام اللجنة الفلانية ده اسمه متعاطى عندنا بقى الناس المدمنة المدمن اللي هو بيطعاطى المخدرات بشكل منتظم كل يوم عندنا 3 مليون مواطن بنسبة حوالي 3% من اجمال الشعب المصري 11000 او 11 مليون مواطن مدخن ودول خليهم على جنب لان دول فيهم كلام كتير مش عايزين نروح لهم 6 وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج قالت ان عندنا نسبة صادمة عن اكبر المحافظات في طاعة المخدرات خلينا اقول لك معلومة في منتهى الخطورة دايماً طاعات المخدرات مرتبط بالبلطجة ومرتبط ايضاً بتدني المستوى الاقتصادي للمحافظات تعالى كده نبص على 3 اعلى نسبة فقر في البلد هتلاقي 3 محافظات في الصعيد تلاقي اسيوت سهاج انا 3 محافظات الاعلى في نسبة الفقر على مستوى الجمهورية تيجي تبصة ايضاً على نسب تعاطي المخدرات حسب وزارة التضامن الاجتماعي هتلاقيها بالترتيب سهاج انا اسيوت بيجي بعدهم على طول محافظة الاعلى او بعض الاماكن في محافظة الاعلى نسبة التعاطي في محافظة سهاج لوحدها 12% من اجمالي عدد السكان تخيل 12% من اهل سهاج اللي انا بحبهم جداً وقريبين جداً من قلبي بيتعاطوا المخدرات حسب كلام الست وزيرة التضامن الاجتماعي والكلام على عهدتها الشخصية النسبة دي بقى هي نسبة العشرة في المية من الشعب دي تقريباً ضعف النسبة العالمية النسبة العالمية لتعاطي المخدرات ما بين 4.5% في المية من الشعب تخيل انت امريكا وعصابات تيكساس ومش عارف شوارع الشيكاغو والمكسيك وافغانستان وزراعة المخدرات نسبة العالمية دي كلها 4.5% لكن في بلدنا ام الدنيا البلد المتدينة بطبعها النسبة عندنا ضعف هذه النسبة ده بسبب مؤشر مهم جداً هو انخفاض مستوى المعيشة التفسخ الاجتماعي اللي احنا عايشين فيه ايضاً فقدان الشباب في الامل شاب اللي مش شايف انه بكرة فيه امل بيلجأ لحتة حشيشة او شريط رمضون عشان ينسى ينسى ديونه ينسى مشاكله ينسى الظلم اللي واقع عليه ينسى البهدلة والمرمطة اللي بتعرض لها في الاقسام وفي الشارع وعلى ايد البيه الضابط وعلى بيد البيه من الشرطة فبيلجأ لهذا الطريق اللي اتمنى اللي يلجأ له احد مكافحة الادمان بتقول ان نسبة التعاطي في البلد ضعف المعدل العالمي ده كان كلام الدكتور احمد الكتاني مدير الخط الساخل لصندوق مكافحة الادمان وقال عشرة واربعة من عشرة في المية من اجمال الشعب بيطعاطى مخدرات نشوف كده كلام الدكتور احمد الكتاني عن نسب طعاطي المخدرات في ام الدنيا في الحقيقة احنا اخر دراسة مسحية مسح قومي شامل اتعمل في 2014 ازهر ان نسبة التعاطي في المجتمع المصري عشرة واربعة من عشرة في المية والنسبة دي مرتفعة جدا دي ضعف المستوى العالمي في الوقت اللي كانت فيه نسبة الادمان تتوافق مع المستوى العالمي كانت اثنين واربعة من عشرة في المية بمجرد ان النتيجة تي ظهرت احنا وضعنا خطة الخطة تم اعتمادها من نجلس الوزراء وبقت الخطة القومية لمكافحة وعلاج الادمان في مصر من 2015 احنا نفذنا بنود كتير فيها جدا على مستوى الوقاية وعلى مستوى العلاج بشكل سريع اقدر اقولك ان احنا في المستوى الوقاية نفذنا حملات اختار حياتك حمرات اعلانية للعب الدولي محمد صلاح على مستوى العلاج احنا زودنا المراكز للعلاج والمراكز اللي شغالة معنا من 12 مركز في 2014 ل 22 مركز في 2018 وبنستهدف في 2019 افستاح 5 مراكز كمان كل ده على مستوى العلاج والتأهيل على مستوى الكشف المبكر وده محورنا النعام الكلام اللي بيقوله الدكتور احمد الكتاني ده عارفه كويس اللي كان بيهدد الشعب مبارح بشريط رمضان وشوية مخدرات لان لو السيسي مش عارف احنا عندنا 10% من الشعب بيطعاطوا مخدرات او عندهم استعداد لطعاط المخدرات ما كانش طالع وقال اجيب 100000 شخص ادي كل واحد 1000 جنيه وشريط رمضان وبكتة بانجو او بكتة حشيش ويقلب لك البلد يولع فيها يولع فيها زي ايه؟ يمكن زي ما حصل كده النهارده الصبح في مدرية امن الاسماعيلية يمكن زي ما حصل في كنيسة ابو سيفين مثلا او كنيسة الصدقين اللي كانت موجودة في محافظة اسكندرية ممكن زي ما حصل في بعض الاماكن حصل في مدانة تحرير مثلا في معركة او موقعة الجمل او حصل يوم 28 يناير او حصل بعد كده بالنهاية عندنا 10% من الشعب لديهم استعداد لياغدوا شريط البانجو او شريط الترامدول او بكتة البانجو المصيبة السوردة ان بعض الخبراء ومنهم الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفي بيقول ان اغلب المتعاطين للمخدرات في البلد مراهقين ومش بس المخدرات دي المخدرات المخلقة دينا نعين من المخدرات ومعليش يستحملوني شوية عشان انا تعبت عشان اعرف هاي المعلومات مخدرات المخلقة لايه بيسميها الكيميا والمخدرات الطبيعية دي الحاجات اللي بتتزرع ايه بقى الحاجات اللي بتتزرع الحشيش بيتزرع والبانجو بيتزرع والهرويين بيتزرع وفي منه مخلق او كيميا الحاجات المخلقة اللي هي مخدر الشابو ومخدر الترامدول اللي كان بيتكلم عنه رئيس الدولة مبارح اللي كان عايز يبوز بيه البلد وبعض المخدرات زي ستروكس وكان زمان عندنا حاجة اسمها برشام السراصير والحبة مش عارف الايه وحبة الفيل دي الحاجات اللي بتتباع كيميا ودي الحاجات اللي بتتباع طبيعية والاتنين بيقدوا الكارسة سودة والكارسة الاسود خذلي بالك يا محمد ان عندنا اكتر من 63% من متعاطي المخدرات في البلد مراهقين 63% يعني بنتكلم عن 6 مليون وربعمائة الف مواطن من اجمال العشرة مليون 6 مليون وربعمائة الف وكلهم مراهقين تحت سن الثمنتاشر لسه عيال لسه اطفال لوه مستقبل بكرة اللي ما بيكسبش وما بيشتغلش بيلجع انه يسرق من ابوه او يسرق من امه بيهرب من الدرس عشان يجيب سجارة الحشيش او الترامدول اللي هيديه له الراجل الكبير عشان يعمل اللي هو عايز يعمله خلال الفترة اللي جاية حكومة بقى المفروض تحل المشكلة لما حكومة بلدك تعرف انك عندك 10% من الشعب بيطعطى مخدرات فيكون هذا القرار الغريف في 29 ديسمبر اللي فات الحكومة توافق على الغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان لو تبعيز توقف كده تسأل طب هو منين بيودي الفين طب انت عندك الادمان او تعاطي المخدرات ضعف المستوى العالمي عندك مراهقين وولادك وطلبة الجامعة وسنة ويعدادي دلوقتي بيضربوا حشيش وترامدول وبيشموا كلنا تحت الكباري مفروض تنامي او تعمل على تنامي دور القومي لمكافحة المخدرات لا تقرر انك بجرة قلم تشطبه وتلغيه بالمناسبة المجلس القومي لمكافحة المخدرات تم تأسيسه بقرار جمهوري في العام 1986 وده كانت تشكيل وزير التأمينات القوى العاملة العادل الاعلام الحكم المحلي الاوقاف التربيع والتعليم الثقافة التعليم العالي الصحة الداخلية ومزيل هذا المنشور اللي نشر بتاريخ 6 نوفمبر 86 في الجريدة الرسمية مزيل بتوقيع الراحل الرئيس المخلوع حسني مبارك نهارد الحكومة حلت هذا المجلس لأي الحكومة اللي بتقول انها بتحاول توقف المخدرات حلت المجلس وقال لك الحجة حسب كلام الرجل الطيب مصطفى مجبولي الحكومة توافق على قرار ترشيد الانفاق بالجبهات الداخلية في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية ضمن الحاجات اللي تقفلت بحجة ترشيد الانفاق كان المجلس الاعلى لمكافحة او المجلس القومي لمكافحة المخدرات وتعاطي او مكافحة الادمان وتعاطي المخدرات لو انت بتقفل واحد من اهم المؤسسات اللي كانت بتحارب التعاطي والادمان في البلد بحجة ترشيد الانفاق عمل تعملي حفلات وافراح وليالي حمرة وليالي ملاح ومسلسلات وافلام واطول سرية عالم واكبر مسجد واكبر مش عارف ايه وسجادة حمرة طويلة ومؤتمر عالم واحد واثنين وتلاتة واربعة وعشرة وعاصمة ادارية واطر كهربي كل ده في البلح كل ده في البتنجان كل ده المواطن الغلبان اللي موجود في اسكندرية في البحيرة في طنطة في الشرقية في المنصورة في الجيزة في القاهرة موجود في الفيوم في مطروح في بني سويف في سيوة في سينا في شمال في جنوب في اسماعيلية موجود في الصعيد من اول منيا اصيود سهاج انا لقصر اسوان ما بيشوفش الكلام ده المواطن اللي انا بتكلم عنه ده لا هيستفيد من اكبر مسجد ولا اكبر كنيسة ولا اكبر نجفة ولا اكبر اصر جمهوري ولا اطول طيارة رئاسية ولا اعلى سرية عالم ولا مدان التحرير والاضاءة اللي بتتكلم والاضاءة اللي بترقص والنفورة اللي بتتمايع وبتتمايل ابدا مواطن عايز ياكل عايز صحة عايز تعليم عايز طرق مناسبة مش مدفوع عليها ملايين وبينزل عليها المطر بتبوش وتروح في ستين ده يا زي البسكوت يقول لك افلنا القوم لمكافحة الادمان عشان نرشد الاستهلاك طب ما تقالل كده سيادتك من عدد عربيات الموكب بتاعك تاخد سيادتك كده شوية من ميزانية الافلام والمسلسلات اللي بتعملها كل سنة تبتاخد شوية سيادتك من ميزانية الطيارات والنجف والبهرجة والفشخرة والدهب واليقوت والاساور والالماظ اللي بيتلبس للسادة المسئولين لكن تيجي على القوم لمكافحة المخدرات اللي عملوا حسني مبارك سنة 1986 وتحلوا بحجة ترشيد الاستهلاك تشوف يا سيدي الطلب اللي حاطة ده كان في 2017 حول اهضار المال العام في المجلس القومي لمكافحة وعلاج لادنان وده اللي اتقدم بيه عضو مجلس النواب الدكتور محمد فؤاد وقال ان هذا المجلس بيتم تعيين فيه ابناء المستشارين والمسئولين والوزراء غرفة ضلمة كده او جيب كده بيحطوا فيه اي حد عايزين يخدموه ابناء وزراء ماشي ابناء اعضاء مجلس شعب ماشي ابناء لعبة كرة ماشي جزء الفنانة المحترمة فلانة وابن الفنانة المحترمة علانة وامرات المغني حبيبهم فلان وقت الاعلام فلان يعينوهم في المجلس القومي لمكافحة الادمان العضو محمد فؤاد قال ان تم اهضار ما يزيد عن 107 مليون جنيه ده خلال من 2013 لحد 2016 107 مليون جنيه فقط في هذا المجلس دينا اه الحكومة اللي هي مخصمة نفسها او ما عنده نفسها حل المجلس اللي من من 86 تقريبا من عمره عشان يوفر او يرشد الاستلاك نفس الحكومة طلعت قالت انها بتعمل مدنتين لعلاج الادمان وطب المسلمين هيتكلفوا 10 مليون جنيه 10 مليون جنيه تما كنت تسيب المجلس القومي اللي كان بيشرف على المستشفيات وبيعمل حملات تواوية مهم يعني رغم العشرة مليون العشرة مليار اسف اوعى اوعى اه تقرأ الكلام غلط 10 مليار لمستشفيتين عايز اقولك ان الصعيد كلها اللي فيها 40 مليون مواطن ونسب التعاطي في بعض المحافظات بتتعدى 12% خمس مستشفيات فقط خمس مستشفيات فقط تخدم 40 مليون مواطن رغم ارتفاع نسب الادمان في محافظات الصعيد يقولك بنعمل مش عارف ايه تحول الادمان في بلدنا او علاج الادمان لسبوبة مستشفيات تحت بير السلم مستشفيات خاصة بتتعامل بالضرب والاهانة والتهزيق والجلسة الوحدة دلوقتي بتتعدى الخمس تلاف جديه وسعر الشهر بيعدي العشرين الف والخمسين الف اللي معاه فلوس يتعالج واللي ما معهوش يفضل مضمن ويستعمل نشرية الترامدول بتاع السيسيا ده اللي الحكومة بتقوله افلنا القوم للادمان اللي معاه فلوس يروح يتعالج او يطلع يتعالج برا واللي ما معهوش الحكومة بتقدم منح تقدم هدايا لما رئيس الجمهورية بذات نفسيته طالع امبارح بيقول هديكو شريطة رامدول وباكيتة بانجو ده في ناس والله العظيم امبارح بتسألني يعني ايه باكيتة بانجو والله في ناس في الشعب امرهم في حياتهم ما سمعوا لفظ الباكيتة اللي قالها السيسي امبارح تخيل مستوى التدني في الخطاب الرسمي المصري وصل لحد فين قولك باكيتة وترامدول اه باكيتة وترامدول عشان عندنا 10% من الشعب مع الاسم بيطاعات المخدرات رغم ان احنا عندنا قانون في قانون اسمه قانون فاصل موظف مطاعات المخدرات تم تطبيقه في يناير اللي فات وتم تطبيقه على بعض الوزارات بداية من وزارة النقل مرورا بوزارة التعليم وصحة وصولا لبعض الوزارات الخدمية في البلد القانون ده بعد ما اتطبق بدأنا نشوف المهازل يعني مثلا في اغسطس اللي فات اللي هو اغسطس 23 قالك مكافحة الادمان تلقينا 60 بلاغ في 6 شهور والحشيش الاعلى انتشارا ما بين الموظفين مكافحة الادمان ايضا قالت ان عدد الموظفين اللي تم فصلهم من مطلع من مطلع يناير 2023 ليناير 2023 الف موظف من العاملين في الحكومة بسبب طاعات المخدرات يخد بقى الصادم الصادم انا مش هاخد الخبر اللي بعد كده اضياء خلينا نروح على الخبر بتاع 16 سيدة الخبر ده فيه منتهى الصدمة لما يقولك ان فيه محافظة واحدة في بني سويف خد لبالك عبد الرحمن بني سويف بتاعيد كوية بيقولك بينهم 16 سيدة اقاف 23 موظف بتعليم بني سويف عن العمل بسبب تحليل المخدرات ده كان في اغسطس اللي فات لا استنى لما الحكومة تعمل تحليل مفاجئ للعاملين في وزارة التعليم قبل عطيات وقبل اعتماد وميس كوسر والاستاذ احمد بتاع العلوم والمستاذ حمدي بتاع الالعاب وميس عنايات بتاعة الانشطة يلاقوا من 23 واحد عندنا 16 سيدة لهو اكتر من 60% بيطاعات ومخدرات سيدات وزارة التعليم طبعا مع احترامي لوزارة التعليم والفضليات في وزارة التعليم محافظة واحدة بني سويف حسب كلام الحكومة من 23 متعاطي عندنا 16 سيدة خد بقى اخر حاجة عشان نقفل الملف وتعرف مبارح السيسي لما قالك بانجو وترامدول ما قالش خمرة الحمد لله عارف ليه ما قالش خمرة لقال بيرة ولقال خمرة ولقال مش عارف كم في المية سبعة في المية وستة في المية لأن مع الاسف القانون اللي بيكافح المخدرات في البلد بيستسني مدمين الخمرة وقالك فصل متعاطي المخدرات لا يطبق على شارب الخمور شكرا يا سيدي وكتر الف خيرك يعني اللي سكران طول الليل وماشي يتطوح ده مش هيتفصل لو كان سكران بسبب كوباية خمرة لكن لو شارب سجارة حشيش هنفصل آخر حاجة عشان نشوف الدنيا وصلت لفين امبارح اول ايام الدراسة في بعض المحافظات كان عندنا حادث في محافظة المنوفية اوتوبيس اتألف بترعة ما التسعة شوف السبب حسب كلام النيابة ايجابية تحليل المخدرات لسوائل ميكروباس تتسبب في حادث الطريق الاقليمي وفاة تسع اشخاص بينهم طلبة مدارس واطفال في محافظة المنوفية دي حدوتة المخدرات شاكب راكب كده من اولها الاخيرة من اول شريطة رمضون بتاع عبدالفتاح السيسي وباكتة البنجو بتاعت امبارح لحد سواء الميكروباس اللي قتل تسعة النهاردة او امبارح واكتشفوا انه كان مدمن في محافظة المنوفية عشان كده لازم نخاف لازم نقول ان تهديد الحكومة باستخدام المدمنين والمخدرات والترامدول والبنجو ده له ما بعده وبيقول ان الحكومة مدركة كويس جدا لحجم الازمة وتأثيرها على الشارع المصري